لكن شرحت المفيد لخصت حدوتة مصر إحنا إيه الوضع في مصر؟ طيب حال اتنين أفضل ولا حال الخامسة؟ طيب إحنا المطلوب النهاردة من كل أسرة النهاردة كلنا لازم أبباصص على بكرة ليه وعدد سكان مصر كام؟ لو عندي اتنينه ادي الدكتورة هلا السعيد قالي النهاردة عندنا 22 مليون طالب بعد 20 سنة هيبقوا 40 مليون طالب لو إحنا استمرين على وضعنا الحالي أبكلمك على قطاع واحد التعليم خد على التعليم ده تاخد قد إيه؟ طيب على الصحة تاخد قد إيه؟ على الكهرباء والأكل والشرب والمدارس والجماعات والسكن وكل حاجة كل شيء وهو خلي بالك هذا الانفجار ما تاخدوش من زاوية واحدة يعني وزيرة الصحة النهاردة بتتكلم تكلمت على زاوية الصحة وساد الرئيس تتكلم قال الدكتورة هلا بتتكلم على زاوية الصحة طب باقة قطاعات الدولية طب التعليم هيبقوا محتاج كم مدرسة محتاج كم فصل طب غيره تعليم عالي محتاج كم كهرباء عايز أعمل إيه؟ طب سكن وشوقة عايز أعمل إيه؟ طب محتاج كم تريليون للميت مليون كم تريليون طب هل إحنا عندنا ده النهاردة؟ ما عندناش عشان كده الرئيس تساءل هو أنتوا في 2011 مش قلتوا عايزين يعني نعيش عيش أفضل؟ طيب عيش أفضل العيش الأفضل بتيجي بالكلام ولا بتيجي بناتق قومي للبلد كلها دخل للبلد محتاجة زي ما قال للرئيس النهاردة قال محتاجين ما يوازي 16 تريليون جنيه يعني عايزين تريليون دولار قال الميت مليون دول عايزين لهم كده عشان تقدر تقول إيه؟ أقدر أواجه الأزمات وأقدر أحل حاجات الناس وكل واحد يبقاش الناس تحس بكل حاجة طب هل ده الناس هتحس باللي بتعمل في البلد دلوقتي؟ مش أنا اللي جاوبت الرئيس اللي جاوب النهاردة قال لا مش هتحس طول ما احنا ماشيين على ده مش هنحس بده وقال بالمناسبة جايز ناس تقول ليه الرئيس بيتكلم في ده النهاردة؟ الرئيس يتكلم في ده 14-15 و 5 تحديدا في اللي يتكلم فيه النهاردة بالذات قال الموضوع النهاردة هو أولوية بالنسبة لنا كان عندنا في أوقات أولويات النهاردة بقى هو الأولوية لينا كلنا تكلم على المجتمع تكلم على الإعلام تكلم على رجال الدين تكلم على المثقفين تكلم على البلد كلها انه ده يكون منهج بمعنى انه لازم كلنا نبقى شغالين في هذه المنظومة الصين عندنا تجارب واضحة قدامنا الصين قررت جايز بعض الناس يقول لك تجربة الصين مش كويسة ليها ما ليها وعليها ما عليها صح وكل تجارب الدول كده بس الصين عملت ايه؟ انا عايزة اخد تجربة دي ايه من الصين قررت الصين تعمل البعد الكسافة السكانية الزيادة لانه حددت وعملت ضوابط فيها طبعا حاجات ده يمكن تلفع معانا يعني الشريعة وغيره وحاجات دي حاجات بالنسبة لمنظرش نعملها اللي انا هاخده من الصين ايه لو انا عملت ده؟ كان عندهم حوالي تمنمائة مليون او تسعمائة مليون وفي ارقام اخرى بيتكلمه على مليار تحت مليار مواطن تحت خط الفقرة ايه؟ تحت فقراء فقراء الدكتورة هلا السعيدة النهاردة بتتكلم على عدد سكان في مصر الاكتر من عاشرة وزيادة اللي هون بيمثلوا نسبة تقريبا حاجة وتمانين في المية دول الاكتر فقرا في مصر طبيعي طبيعي الصين كان عندهم كده الرقم اهو من تمنمائة تسعمائة المليار ارقام المتفوتة خلينا في تمنمائة مش هنقول مليار تمنمائة مليون مواطن كانوا تحت خط الفقرة الصين لما عملت الاجراءات للناس قد تحوافزوا واللي كذا قدروا يطلعوا التمنمائة مليون دول يعيشوا في وضع اقتصادي امن امن هل انا عايز اعمل كده؟ اعمل ده بشرط واحد از احنا كان عندنا بجد نية وقرار وقانون واضح بيحدد مسئولية كل اسرة ييجي مواطن النهاردة الدولة بتاخد ضرائب منه وحق الدولة تاخد الضرائب بيشتغل وطلعان عينه بيدفع فلوس كتير ملايين وناس بتدفع بالمسبق مليارات تدفع الفلوس زي الدولة بتاخدها بتروح لمين؟ للمواطن اللي خلف عشرة وتمانية وبقى محتاج الدولة تروح له تصرف عليه تعمله بيته تعمله طريق تعمله ما هو ده الجزء اللي هو اللي بنتكلم عليه دور الدولة طيب أنا دوري كمواطن ايه؟ الدولة هنا بتعمل دورها طب أنا عليها دورة لم عليش أنا كرجال الدين الإسلام والمسيحي عليهم دور؟ عليهم دور اندونسيا وانا هدي مثلا الصين وبتكلم على اندونسيا اندونسيا وعدد سكانها هي أكبر دولة إسلامية 250 مليون عملوا أيضا النظام اللي احنا عايزين نعمله بلد إسلامي وأكبر دولة إسلامية جميع جميع العلماء كلهم كلمة واحدة كل وسائل إعلام كلمة واحدة المجتمع كلمة واحدة انه يتحركوا مع البلد في القرار اللي بتاخدوا عشان الانفجار السكاني وتدي حوافز هنا وتعمل ايه طب يبقى واحد ولا اتنين طب نحدد سن الزواج بدل ما كانت مثلا 18 نخليها 25 وعشرين نرفعها مثلا أنا بدي بعض الأمثلة وإنه بالتالي طيب نعمل ما بين المولود الأول والتاني كام سنة أربع سنين خمس سنين ست سنين ولكن يبقى في عدة سنوات مش 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 سنة ده عندنا بسم الله ما شاء الله والله ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله مش عايز أتكلم لشي الناس بحدش يزعل فأرجوكوا أنا بدي نمازج دول طب تونس تونس جنبنا هي تونس عندهم تجربة ولما كنت بروح كتير تونس ما قبل 2011 طبعا الأسر هناك يعني زي ما حقوا عارفين يعني عاملين ضوابط مهينة تونس بلد عربي طب إيران بلد إسلامي معامل أيضا تجربة فالدول عاملة تجارب وتجارب أقدران اشتغل عليها ونمازج ادوا حوافز للناس أصلاحنا طول الوقت بنتكلم ست رئيس حتى توقف النهاردة وقال في أي سنة من السنين يعني كان معنا دكتور عمر حسن من كم يوم وقال على أنه عملنا أيام دكتور ماهر مهران مجلس قوم للسكان وكانت دي تجربة وحصل فيها يعني تنظيم معين وضبط معين النهاردة دكتور هالة السعيد وهي بتشرح ست رئيس قال الدكتور هالة هل إحنا نزلنا عن تلاتة واربعة هل وصلنا الواحد لاتنين اتنين وتمانية من عشرة واحد ونص ما وصل ناش كان أقل حاجة تلاتة وتلاتة يعني تجربة أيضا رغم أنه حصل انخفاض ولكن مش هو ده اللي كان مستهدف طب هل النهاردة انت قادر تعمل ده كدولة كمجتمع يعني يتعمل تشريع يتعمل إجراءات إجراءات مش أنا بعاقب حد ولكن على الأقل بقول يا جماعة ولازم يبقى واضحين أنا النهاردة هل اللي بيخلف واحد زي اللي بيخلف عشرة هل اللي بيخلف اتنين زي اللي بيخلف تمانية هل أعادل أوازن وأعمل توازن ويبقى كله زي بعضه واللي يبقى عندي هنا اللي بيخلف واحد أو بيخلف اتنين أنا كدولة لازم يبقى عندي مسؤولياتي ولازم أدي للعمل كده وعمل هذا الانضباط طبعاً هتلاقي هجوم من بدر أنا بقولك هون من دلوقتي إنه ده موضوع كل ما تتكلم فيه ناس توقع تجتمك وكأنه مثلاً إحنا بنتكلم على بلد عايزين البلد دي تخرب إحنا عايزين البلد دي تنهض عايزين البلد دي إنه أي حاجة بتتعمل النهاردة الناس توصل للناس بيتصرف كام تريليون بيتصرفوا لو البلد دي انضبطت في التلاتين سنة اللي فاتوا وما بقى إيش وصلنا المئة مليون النهاردة كنا نبقى تسعين نبقى حاجة خمسة وتمانين مثلاً يعني الصين بتعمل إجراءات النهاردة تخفض خمسين مليون مواطن خلال العشرين سنة الجاية أو تحديداً خمسين عام خمسين تلاتين سنة من النهاردة عدد سكانهم بتعمل الإجراءات اللي عاملها الصين تنزل خمسين مليون تخفضهم وبالتالي الصين تتراجع من اللي هي رقم واحد النهاردة في عدد سكان على مستوى العالم من اللي هي رقم واحد الهند بالإجراءات اللي أخذتها الصين تخفيض العدد إنه في خلال كذا هنوصل يكون عدد سكاننا كذا بنقلل خمسين مليون دول إجراءات الدول بتعمل مش بقولك تجربة الصين بالنسبة لي لا مش بقول لكن بدي مسهل الدول لما بتاخد قرار أو بتاخد إجراء والشعب يبقى متحمل هذا الأمر ويتحمل مسؤوليته رئيسي النهاردة ومشغول بحاجات كتير ولكن أهم موضوع مشغول به السكان الانفجار السكاني يروحوا ييجي في الكلام بيركز على الموضوع ده أو لما كنا في شرق البورسعيد من ثلاث أسابيع أيضا كان من ضمن الموضوعات الانفجار السكاني بتطلبوا مننا طب ما احنا لازم نطلب منكم طب انتوا عملتوا إيه وإحنا عملنا إيه بجد إحنا كمكتب كلنا عملنا إيه مع كل احترام لكل الناس ومحدش دخلني في سكة موضوع الدين محدش دخلني في الموضوع ده أنا مش رجل دين أنا مش عالم أنا مش شيخ محدش دخلني في سكة الدين الدين يتكلم أهل العلم والعلماء هم اللي يتكلموا رجال الدين هم يتكلموا كأنني بتكلم موضوع إنه هذا الموضوع مطروح للنقاش بمنتهى القوة ومسئولية كل واحد فينا كلنا مش مسئولية لرئيس الدولة الوحدة ولا الحكومة الوحدة مسئولية مجتمع لو احنا مش عايزين بلدنا دي بجد بجد لإنه مهما مهما الدولة عملت شغل والسمرين عندنا كل سنة اثنين ونصف مليون مواطن جديد من ساعة ما بدأت الحالة لحد دلوقتي ده خلينا تقريبا مئة طفل تقريبا مية من ساعة ما بدأت في التلت ساعة اللي فاتت دي 25 دقيقة تقريبا انتو متخيلين أرقام ده معناه إيه الدولة بتحط دي خطط الخطط دي كلها بتبوز مهما عملت خطط مهما بنت مهما عملت مشروعات مهما مدن هيستوعوا بإيه ولا إيه لكم سنة الدولة مهما قدت فلوس ومهما عملت أجور بتدي قال حتى الرئيس النهاردة قال مش احنا بنعمل الشعب اللي بيعمل دي فلوس الشعب طيب الشعب بيدينا طيب ما أنا أستفيد من ده فلازم مقترحات ولازم نتحرك في هذا الملف بتكلم على الكل لا وكله يبقى مسؤول ما حدش يرمي الموضوع عنده واحد بعينه أو عنده مؤسسة بعينها أو جهب عنها كلنا كبلد كمسؤولين كلنا كتاب صحفيين إعلام وزراء رئيس الدولة العلماء في الأزهر و يعني الكنيسة رجال الدين كله كله رجال الفن أهل الفن كل الناس أسر مجتمع مدني مرأة سكاء كله ما عندناش والله ما عندنا أهم من هذا الموضوع لو عادرنا في هذا الموضوع ناخد خطة لقدام يبقى احنا بنحل بجد أكبر أزمة في بلدنا بتعاني منها وهتعاني منها وإحنا ندفع تمانها والرئيس قال كده قال النهاردة يعني سات الرئيسة بتكلم النهاردة يا جماعة بنبص على الرئيس يعني الموضوع وزير تخطيط دكتور هلا السعيد تتكلم بتشرح أرقام مرعبة احنا عادينا عاملين كده لأن انت في الآخر بتعمل ضخ فلوس ضخ ضخ اعمل كل حاجة وبعدين محدش داريان بحاجة